اشتركوا في القناة من يوم الخميس ولغاية يوم السبت رح نبدأ بتوقعاتنا لكل برج منفصل فعشان هيك كل برج رح يكون لحاله لتوقعات الأسبوع اللي بيحب يسمع طالعه يعني هذا برج وطالع يعني اللي طالعهم الحمل بسمعه اللي برجهم الحمل بسمعه اللي بديوا يسمع طالعه من أي برج ثانية موجودة على القناة في القائمة رح تنزل في نفس اليوم إن شاء الله طبعا بالنسبة من مساء يوم الخميس اليوم وحتى يوم السبت القمر رح يكون موجود في الجوزاء يعني بمعنى آخر رح يكون في البيت الثالث فعشان هيك بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والسفر القصير الاتصالات بتكون عندك قدرة على المفاوضة بتفاوض بثقة وجراءة بتقدر تدافع عن مواقفك وقضيتك لكن بدك تتجنب الكلام اللاذع والعصبية لأنه برضو ما تنسى أنه الزهرة بتتراجع في الجوزاء ممكن تشعر ببعض الإرهاق بسبب كثافة العمل يعني لأنه عندك حركة واتصالات كثيرة حاول أنك تباكر لعملك عشان يعني ما تتراكم الأمور عليك وما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بالفاعلية والذينماكية بالفترة هاي ممكن تسمع جواب بعجبك أهم إشي إنك ما تبالغ بمصروفاتك وبرضو بدك تنتبه على أمور إلها علاقة في الوضع المنزلي ممكن إنها تلفت انتباهك العائلي تلفت انتباهك بالفترة هاي أما من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بيصير في السرطان في بيتك الرابع اللي إلو علاقة في البيت فبتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم إشي إنك ما تحاول إنك تفرض وجهة نظرك أو تتزمت برأيك على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم أهم إشي إنك تحاذر من التصرف بعدائية وما تخالف القوانين والإرشادات بالفترة هاي بتعاني من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلامك الجارح أما من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير في البيت الخامس وهو بيتك الخامس بيت العاطفي وبيت الحضوض فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم فترة مثمرة وإيجابية بتنجح بحملة لترويج لأمر معين عشان هيك بالفترة هاي بتطلب منك نوع من أنواع الجراءة في الطرح بتتسارع عندك الأحداث بشكل مميز وبشكل استثنائي ممكن تتلقى جواب أو عرض بالفترة هاي يعني فيه أمور إيجابية بالنسبة لألك أما من فجر يوم الخميس وحتى فجر السبت القمر بصير موجود في العذراء في بيتك السادس بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من هاي الأعمال أو المسؤوليات بتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاول إيجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة عشان تتوصل لاتفاق ابحث عن حليف أو دعم وتجنب الإساءة إلى الأصدقاء وشركائك بالفترة هاي وبدك تدير بالك من التراجع الصحي يعني إذا شعرت بأي شيء أو أعراض غير اعتيادي إلها علاقة بالصحة مفضل إنك أنت تراجع طبيبك أو تراجع مستشفى أو تعمل فحوصات طبية على أساس أنك أنت تتأكد من وضعك الصحي طبعا الفترة هاي إيجابية وبقوة فعشان هيك لازم تتحرك وتستغل الفرص عشان يكون الحظ حليفك بهاي الفترة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء